ترأست سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصير في وزيرة السياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض اجتماع مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض للربع الثالث لسنة 2024 واطلع المجلس خلال الاجتماع على آخر المستجدات في القطاع السياحي للربع الثالث من العام الجاري 2024 وما تحقق من مجلسات سياحية ومدى تطور العمل في تنفيذ أهداف ومرتكزات استراتيجية السياحة 2022-2026 وأبرز المشروعات السياحية التي تم تتشينها خلال الربع الثالث من عام 2024 وتأثيرها الإجابي في تعزيز مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالية وتناول الاجتماعات تحضيرات الجارية لتنظيم موسم أعياد البحرين 2024 والذي سيزخر هذا العام بالعديد من الفعاليات المتنوعة والإنشطة الترفيهية طوال شهر ديسمبر القادم وخلال الاجتماع شادت سعادة وزيرة السياحة بما تحقق من مجلسات سياحية وتدشين المزيد من المشروعات النوعية في قطاعات الترفيه العائلي والضيافة وافتتاح عدد من المؤسسات الفندقية الفاخرة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة